الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن عبد المطلب هو نبي ورسول أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي أول سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول أول سورة المدثر ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يدعو يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك إلى من بعث بعث إلى الثقلين الجن والإنس ما معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فأو كفر كفر أكبر من خلق ندخلود أبدا في النار جهود كان أو نصران أو مجوس لأن المتبع حقا لعيسى وموسى لابد أن يؤمن برسالة محمد وإلا كفر كفر أكبر أكبر الله سبحانه وتعالى به الدين إذن لا يمكن لأحد أن يبتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا لاتباع ولد بمكة ثم هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام ومات بها لأنه بشر عليه الصلاة والسلام يلحق ما يلحق البشر لا خير لا يمكن لأحد بشكل نبي صلى الله عليه وسلم منرض أن يجب ما أن يا سلام اللحم ومات بها و الله صلى الله عليه وسلم سلام عليكم صلى الله عليه وسلم وفير داو نايز الشنيم الله نايزه